لم تكتفي موسكو بإغلاق المجال الجوي في سوريا وتعزيز أمن قواتها المنتشرة فيها كرد على إسقاط طائرتها أثناء قصف مواقع في اللاذقية خلال الأسبوع الماضي الدولة العظمى راحت أبعد من ذلك بتنفيذ ما يخاف منه الجميع والمقصود هنا إعلان وزارة دفاعها عن تسليم ميليشيا أسد منظومة الدفاع الجوي S-300 خلال أسبوعين في صفقة استماتت إسرائيل لمنعها لدرجة تطلبت من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إجراء زيارة مستعجلة إلى موسكو لتحقيق ذلك فكان له ما أراد هذه الصواريخ ليست موجهة ضد دولة ثالثة هذا ما أكده ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مآلات العلاقة مع إسرائيل بعد هذا القرار أمر أكد عليه برلمانيون روس نفو وجود خطر لمواجهة عسكرية بين روسيا وإسرائيل بعد تسليم المنظومات لميليشيا أسد لكن نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدومة يوري شيفتكين اعتبر أن أنظمة الصواريخ التي ستزود بها موسكو النظام ستردع دولا أجنبية تزمع مهاجمة سوريا دون أن يحدد الدول التي يقصدها بالضبط وفي الوقت الذي باتت فيه إسرائيل النقطة التي تلتقي عندها التصريحات الروسية حول المنظومة تفضل السفارة الإسرائيلية في موسكو التزام الصمت ورفع عبارة لا تعليق على كل ما يجري من أحداث متسارعة أحداث دفعت مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لاعتبار قرار موسكو هذا خطأا فادحا يأمل أن تتراجع روسيا عنه تراجع لا يبدو أنه يلوح في الأفق وفق تصريحة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الذي نوه إلى أن تسليم هذه المنظومة للنظام كان من المفترض أن يحصل منذ سنوات لكن تدريب ميليشيات أسد على استخدامها وجهد إسرائيل لمنع إتمام الأمر حال دون ذلك إلا أن الأوضاع تغيرت اليوم وهذا ليس ذنب روسيا كما يردد موسيقى